ريفيو النهاردة في مكان من اجمل الاماكن الموجودة في المهندسين ومن اهم الاماكن الموجودة في المهندسين مكان من زمان جدا لينا فيه ذكريات حلوة جدا جدا ايام الخطوبة بقى وبعد الجواز احنا على طول بنروح المكان ده كل ما بينزل المهندسين لازم لازم نروح دوار ام حسن او مطعم ام حسن للمحمر والمشمر والتواجن والمشويات بجد كل حاجة فيه بتفكرنا بالحاجات الجميلة بتاعت ستي وخلتي وعمتي بجد ام حسن وهي ام حسن احلى ملوخية واحلى تواجن واحلى الرز معمر واحلى حمام محشي فريق ورز وفي البط كمان التحفة وفي الفراخ المشوية الفضيعة بجد اكل جنن الملوخية مش هقدر اقولك عنها فضيعة ولا شربة اللسان العصفور اللي تجنن 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 مكان حلو قوي في المهندسين في جامعة الدول جنب سراميكا كلوبترا في شارع البطل احمد عبدالعزيز للناس اللي بيزوروا مصر عشان يروحوا الاماكن الحلوة اول ما كانت روحوا وتاكلوا فيه اكل مصري حلو جدا جدا هو مطعم ام حسن بجد انا قلتلكم في فيديوهات قبل كده كتير ان مطعم ام حسن ملوخيته تجنن احلى ملوخية بجد عجباني جدا 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 واحلى من اماكن كتير قوي 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 بيعملوا شوهات للملوخية بس ده بجد احلى طعم احلى طعم احلى طعم عايز اقول لكم بناخد دليفري واحنا ماشيين من الملوخية يعني بناخد تاني غير اللي بناخده تكوي بنطلب الملوخية بناخدها معنا بنكلها ناك في البيت لان بجد ملوخيتهم مميزة جدا زي ملوخية مامتي وجدتي وغلتي وعمتي وكل يعني الناس العارفين انتو الناس اللي هي الكبار دول اللي هما بتاع زمان اللي هما امهاتنا وخلاتنا وعماتنا دول وجدتنا دول بجد كانوا بيعملوا الملوخية تجنن تجنن بجد مطعم امه حسن بيعمل الملوخية زيهم بالضبط بالضبط يعني لو حد مشتاق لأكل مامته لأكل جدته لأكل خلته بجد يروح امه حسن والله بجد مشه ولا بعمل اعلان ولا اي حاجة بس بجد الملوخية بتاعتهم روعة وده المينيو بتاعهم كله انا صورتلكم المينيو كله عشان تشوفوا بقى الاسعار غالية مش غالية يعني نقدر نروح امه حسن ناكل هناك لا ما نقدرش ده غالية قوي علينا ماينفعش لا لا بس والله الاسعار قويسة بالنسبة لجودة الاكل والمكان الجميل قوي اللي بتتبسطه فيه قوي انتو ولا تقول لانه في كت زقرية وانتو طبعا عارفيني ان انا بحب الاماكن اللي بتكون فيها كت زقرية قوي يعني في مكان في كت زقرية بتلاقوني بجري عليه ان انتو تاكلوا حلو وتعودوا في مكان حلو وكمان اولادكم يتبسطوا وهم مش رايحين ياكلوا بس انتو عارفين ان الاولاد ما بيروحوش عشان ياكلوا بس لأ لازم بيلعبوا بقى ويتنططوا ويتبسطوا فبدل مايلعبوا ويتنططوا حواليكم على الصفرة بتاعت الاكل لأ شوفوا لهم مكان يكون في كت زقرية وده من الاماكن اللي فيه كت زقرية جميلة هتريحكم شوية من ولادكم يلعبوا في الكت زقرية وبعد كده ييجوا ياكلوا معاكم وبعد كده وانتو بتشربوا الشاي نزلوهم تاني في الكت زقرية وفيه كمان ولد آآ كويس جدا بيبقى واقف كده عند الريسيبشن آآ بيخلي بالهم من الولاد عن هما ما يطلعوش بره ولا اي حاجة هما عندهم اصنصير كده آآ بتطلعوا في الدور اللي فوق احنا بنحب اقوي نطلع في الدور اللي فوق ما بنحبشن بصراحة نقعد في الدور اللي تحت آآ بنحب نقعد فوق يعني انتو لو عايزين تعودوا تحت عشان تخلوا بالكم من ولدكو او تبقوا بصين عليهم او كده في كراسي برضو تحت وفي قعدة وفي كل حاجة بس احنا بصراحة بنحب بنقعد فوق اكتر آآ فوق بيبقى اشعار في مكان مفتوح اكتر ومكان واسع اكتر فبنحب بنقعد فوق اكتر وتبصوا على الشارع بقى شارع البطل احمد عبدالعزيز بتعودوا تبصوا عليه بقى كده بتشوفوا خير زمان يعني اصاد ام حسن بالضبط وبتلاقوا خير زمان انا عرفتوكو العنوين اهو عشان اي حد عايز يروح ام حسن يشوف الفيديو ده ويروح بقى على الوصف اللي انا وصفته لكم ده نسيت اكلمكو بقى على المحاشي بتاعت ام حسن بجد تجنن تجنن يعني ام حسن بنفسها قعدت عملت الحاجات دي كلها بجد اكل التحفة ولا اروح احنا جبنا بطة وجبنا حمام وجبنا محشي وزي ما شفتوا كده الشربة ام ولسانة عصفور وكمان جبنا كفتة عشان الولاد بيحبوا الكفتة وطبعا الروز بالشعرية بس انا طلبت رز معمر بقى اني بحبه قوي من عنده ام حسن بحبه جدا اه عايز اقول لكم بقى الرز المعمر بيبقى تحفة في ايه انه بتحط عليه حتة قشتة كده بتجنن بتجنن تاخدي حتة قشتة كده وتكل فيها الرز المعمر واو القشتة لما بتسيح اصلا عن الرز المعمر بيبقى هو رز بقى لست خارج من الفرن اصلا فبيبقى سخن جميل جدا القشتة بتتحط عليه بتسيح بقى زي ما شايفين كده وطبعا مش هقول لكم بقى عن السلطات والسلطة الخضرة والسلطة الزبادي والسلطة التحينة وكمان البتنجان المخلل احلى بتنجان المخلل ممكن تاكلوه هتاكلوه عندهم حسن بجد والله العظيم حلو 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 حلاوة وكمان عاوز اقول لكم على الورق العنب الورق العنب برضو حلو قوي تحفى تحفى بجد حلو جدا 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 هو بس ايه كميات مش كبيرة قوي يعني زي ما نشايفين كده المحشي حبه قليلين وورق العنب حبه قليلين بس والله من حلويتهم هتبقى عايز تطلب تاني بجد وده الشوق اللي بيعملوه بتاع الملوخية زي اي شوق طبعا يعني بس الطعم مختلف الطعم حلو جدا وفي الاخر بقى بنحبز بكوباية الشاي الجامدة جدا هو شاي اللي هو البكت الفتلة دوت اللي هو بتاع ليبتون بجد طعمه جميل وطبعا انتو بتطلبوا برود او بيجبولكو هم وبرضو بتطلبوا نعناع او لأ زي ما تحبوا وكمان ماينفعش نروحهم محسن من غير ما نطلب الرز باللبن اللي في الفرن الجامد جدا بتاعهم بجده حلوة قوي هتفضلوا تقولولي في الكومنتات انت بتشكري قوي فيهم انت مشعارف ايه وفي ناس دانية بتقولي انت من كتر حبك في المكان من كتر حبك في الحاجة بتحببينها في الحاجة لا بجد والله انا لما بيكون حاجة حلوة بقول عليها حلوة ما بتكون حاجة اي كلام بقول عليها اي كلام وما تجيبوهاش متستخدموهاش متعملوهاش متروحوش المكان دوت بقول بصراحة بكل صراحة بدون اي اعلان بدون اي شو بدون اي حاجة بقول لكم الحقيقة عن تجربة تجربتي الشخصية بجد مطعم ام حسن جامد جدا لازم اي حد يكون من مصر او من برا مصر لازم يزور ام حسن دوار ام حسن في شارع جامعة الدولة العربية شارع البطل احمد ابن العزيز جامب سراميكو كيلو بطرة وكمان قصات خير زمان وبس كده وكده انا قلتلكو كل حاجة عن مطعم ام حسن يعني هتروحوا على المكان على طول اللي انا وصفته لكم وهتطلبوا الاكل اللي انتو عايزينه والاكل اللي انتو مش تهيينه بقالكو كتير اوي مكلتهوش اكل زمان اوي 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 زي ما قلتلكو في اول الفيديو وبس خلاص فيديو النهاردة خلص يا رب ان شاء الله ان شاء الله يكون عاجبكم متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس للكل عشان يوصل لكم اي اشعار باي فيديو جديد بعملوا متنسوش كامل لايكات كتير كتير وكمنتات عشان اعرف رأيكم في الفيديو متشكرا لكم جدا باي باي ترجمة نانسي قنقر